في هدف إظهار الهوية الحضرية لسوريا أقيم في محافظة ذرتوس معرضاً للمنتجات الريفية والمأكولات الشعبية في قرية المقرمدة بيل قدموس المعرض ضم العديد من المصنوعات التراثية والفلكلورية والنحاسية والأزياء الشعبية والمنتوجات الزراعية والنباتات الطبية وبعض المأكولات الشعبية التي تمتاز بها المنطقة السياحة ما بس هي فندق وما هي مطعم وما هي بحر السياحة أيضاً هي جبل السياحة هي تراث السياحة هي بيئة السياحة هي حضارة السياحة هي تاريخ اليوم نحن متمنى شايفين في هذا البيت التراثي الجميل نحن عم نشاهد تاريخ سوريا من أكثر 200-300 سنة موجود في هذا البيت التراثي الريفي اليوم كمان مثل ما شاهدنا منتجات نساء سوريا ونساء محافظة ترتوس فيما يخص موضوع منتجات الريفية رسالتنا محبة ووفاء لبلدنا ولوطننا الحبيب ونحن اللي بيعمل لقريته الصغيرة شيء كأنه عم بيعمل لبلده السورية الكبيرة كلها وبالتعاون مع هالأخوات أكيد بتضافر الجهود معهن إيد واحدة ما بتصفق كنا تعاوننا مع بعضنا والتعاون هو كان المسأل الأعلى لأهلنا قديما هو كان الطابع للتعاون في قرانا ومنطقتنا فرحنا بتعاوننا عملنا هيك عمل أما بالنسبة للتراث فهو أحياء للتراث كان وفاء لأهلنا ومحبة لأهلنا التفال بيوم السياحة العالمي هو طبعا يوم السياحة ب27 أيلول السياحة السنة أخذت عنوان سياحة مستدامة لأجل التنمية طبعا تنمية المناطق الريفية هي من أولى اهتمامات وزارة السياحة للترويج وتسليط الضوء على هاي المناطق الغنية بطبيعتها بتراسها بأسارها اليوم الأدموس وقرية المقرمدة بسات يعني عندنا معرض المأكلات الشعبية والتراسيات والمنتجات الريفية قرى ومناطق تحمل حضارة مغيلة بالقدم وتراثا شعبيا لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن كتابة تاريخ المنطقة من دونه لتظل سوريا صاحبة أجمل تنوع ثقافيا وحضاري